ثلاث أصبار لشي اليوم بالوقت الحاضر أحسن وقت لجراء أعقار سكان معكم ماجدة جنس وكذا تحرط منطقة تالكم خليكم أول شي بتشكري كتير الناس اللي رسلتني بالخاص بسبب غيبتي تاني شي رح يكون في فيديوهات كتير بالفترة الجاي خلونا نبلج الفيديو أول سبب اللي هو الفائدة على الانترست ريت اللي هي مصدر على كتير ناس إذا نعطر إنه الانترست ريت ينزل للأسف ما رح ينزل أو يرجع متل مكان من سنتين متل ما حصل بألفان وثمانية مش رح يحصل لعدة أسباب إنه اللي حصل بألفان وثمانية غير الأحداث اللي عم نشوفه اليوم لسبب بسيط إنه اللي حصل بألفان وثماني كان إله علاقة بالمورجج لونز أو القروض على البيوت لأنه البنوك ساعتها كان بتعطي القروض على البيوت بدون ما تشوف إذا الناس بتوفر فيهم شروط للتأهل إنه ياخده قرد متل الشغل، السكور، إذا عندهم أي قروض تاني ولا لا، وهيك واللي حصل إنه الناس ما قدرت تدفع المورجج للبنوك مما أدى لانهيار سوق العقارات وبالتالي للأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي اللي عم نشوفه اليوم هو تدخم وارتفاع أسعار بسبب السباب أنا شرحتها بفيديو تاني الإنترست على قروض البيوت بتاريخ اليوم وصل على 6.12% السبب الثاني هو أسعار الإيجار الإيجار من السنة الماضية للسنة الحالية تطلع بقيمة 10% بآخر عقد إيجارك أكيد صاحب البيت اللاندلورد رح يزيد عليك قيمة بسعر الإيجار مشان يجدد معك العقد لأن الإيجار دايماً بيطلع وما بينزل والسبب الثالث هو الابشييشن أو ارتفاع قيمة البيوت بنشوف بهالجرافيك قدي زادت قيمة البيوت بمعظم الولايات الأميركية وبنشوف أنه فلولدا بتحتل المراكز الأولى خليت لكم لينك الإحسائيات بالتسكريبشن تحت الفيديو مشان تطلعوا عليه بتمنى تكون عجبكم الفيديو إذا عندكم أي سؤال أو أي تعليق رسلوني على الخاص كان معكم ناجدة شمس وكيرت أقارت منطقة تامبا تشوفوني بالفيديو الجاري ترجمة نانسي قنقر